حمديني بالمناسبة الجزائريين بـ 33 points من أصل 12 وعارة نجي خضرة كبيرة لكن هنا ما فيها فاول سلامات لي وائل سلامات لي وائل حمديني براح أول دووي طيّع مجوك على الريباوند نرجع برنس رح يشوت على الثري ونروح فيه عند وائل بيهدى برنس فيها فاول واضح الفاول بيزكى ربحه رح يكون على الرميات الحرة برافو عليك أمير سرج الدرويش وهايكو كازجيال بيجوا من البنش والعراجي بياخد البريك عنده إصابة هيك على مستوى القدم لأنه فيه كان درايف على الباسكت وكان فيه استيضام بعد هيك أمير ما عندي شكل بدل يسجل التنتين 8 من 9 على المنتخب اللبناني على الفري تروز 9 من 10 لنسبة 90% الجزائريين 8 من 12 منتخب لبنان مشكلته الوحيدة على الـ 2 points 7 من أصل 25 35% لا يمكن تربح بهالنسبة لازم تربحها بالشوط التالي بالنسبة للمنتخب الجزائري أجبر المنتخب اللبناني على 6 تورنوفر ما بيمنع أيضا منتخب اللبنان أجبرهم على تورنوفر وصرق منهم الكرة وأجبرهم على 9 تورنوفر وهنا اللاعب رقم 9 عبدالسلام دقيش بحاول يعمل الدرايف طاعت الدرويش على فكرة على فكرة منتخب اللبنان عنده الفرصة الآن ليقلب الـ game ويتعدم ما جوك لكم عبدالسلام دقيش سرقها شوفوا هالتورنوفر غريب مروان بوركايا بيحاول روح أول ذوي نحي سباسه عبدالله حمديني واو 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 كيف ضياتها يا عبدالله حمديني باك تو باك مرتين على التواري 20 ثانية أخيرة على نهاية هل بنروح بيتقدم منتخب لبنان بهالكورتر ثانية شوطت أول بالـ game قد يحدث هذا لأنه برنس حاسس برنس رح يعملها هايك ممكن يسجلها علي هايك هل رح تروح فيها عند أمير والله حاسس أمير رح يعملها حاسس أمير رح يعملها عملها 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 أحساسي بمكانه بدون الحمد لله 39 37 برنس بيضرب من أطرقه السابعة وبيعطي المنتخب اللبناني التقدم 39 37 فارق صل لوحدة المنتخب اللبناني على المنتخب الجزائري أحساسي كانت مكانه في اللحظات الأخيرة وما مغشكم أبدا بالروح لنبريك وبعد البريك لنا عودة لأحداث الشوط الثاني من هالمباراة فتكرموا بالبقاء معنا أمامنا نجم الشباك باللقطة الأخيرة برنس أمير صوت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 سجل اي لاعب من البنش قادم من البنش المنتخب اللبناني اي مؤطة مشاهدين الكراف وهي مشكل كبير للمنتخب اللبناني اللبنان استفاد من التورنوفرز اللي عمل المنتخب الجزائري وسجل عشر نقاط اربعة بنسبة للجزائريين اعلى فارق شاهدنا في المباراة 25-15 بعد هيك والعلاجي رجع بفريقه وعمل الرن ممتاز ماردين عمل الرن بخمسة صفر مر عندما كانت النتيجة 11-6 ممرة عند 27-23 كل الافضلية بهالشلط الاول كانت للمنتخب الجزائري على مستوى التقدم لكن منتخب اللبنان بفري بوينت والتحاسس فيها اخذوا الليد جاهزين للشلط الثاني بهالموراني كبيرة على مستوى الريبونت بل كين 17 ريبونت للمنتخب اللبناني 27 ريبونت للمنتخب الجزائري شوفوا الفرق المنتخبين اللي تقوا قبل 20 سنة من الان بكأس العالم في الوحية المتحدة الامريكية التقوا في سراع المركز أو المراكز من 13-16 وقتها الجزائريين ربحوا 170 سوفيان بوليحيا كان لعبا في المنتخب الجزائري وأكيد رشيد هاروني على مستوى اللبناني فادي الخطيب وام شنتف أبرز ما قدم من كرة السلة اللبنانية ذلك الوقت ما بيمنع مع العصر الجديد بيبقوا من أسماء الأبرز عبر تاريخ كرة السلة اللبنانية الكورتر التالف بيبدأ أتير تحت الباسكت بحاول يعمل تيرا راون مع الهوكشوت أول 2 points لمجنس المنتخب اللبناني في الكورتر فالتالت هاي نقطة السادسة بالقيل على فكرة هاي أول باسكت لعلو من الانسايد ليه هي نقطة السادسة صح لكن سجل 3 نقاط 3 points سجل رمية حرة واحدة وسجل لان مع 2 راون جمبر عراجي عراجي المنتخب اللبناني of turnovers أو بعد turnovers والبوينس أوه رائع 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 اعتراض دفاعي هائل البوينس من التورنوبر للمنتخب اللبناني عشرة 41 سمات لاتين ما جوك بياخد الجمشت ضائعة ريبونت جزائري مخفين الجزائريين على مستوى الدفاع رح نشاهد اللقطة اللي كانت فيها اعتراض جزائري هل كانت جولتندي أو لا يا ريت نشاهد على اقرب توطف لا احكي فيها بلوك او لا ونحاطي كل حدا حقه لبناني أو جزائري ما بيفرق في بطولة العالم تويتي عند مروان بوركاين مروان تروس نوفر حلو على جات خليل بيعمل شك او فول عليك فول عليك طبعا طبعا فول عليك معقول تمسك جاد جاد اللي اشتهر اخر اسبوعين في الملاعب اللبنانية بمصطلح رح نعمل جزدورة اشتهر في كلمة قالها رح نعمل جزدورة هو فريق نادي دينامو كانوا رحيين على ملعب النادي الرياضي وقالولوا شو رأيك قالهم رحيين نعمل جزدورة النادي الرياضي تغلب عليهم وربح عندهم او ربح عليهم بطولة او صدارة الدور اللبناني ما بيمنع النادي دينامو نادي ممتاز ونادي رائع هو عم بيشتغل صح وفرصة لنشوف أدية تهتم بكل اللاعبين هذا جاد خليل لعب نادي دينامو الكل عند برانس امير سعود بيحاول الكل عند امير كروس اوفر لصاحب السبع نقاط بالجيم خلاهم عشرة شرايكم امير بيضيع الريباوند عند عمور سوفيان بونحية كابتن المنتخب الجزائر السابق والمدرب الحالب وجهل التحية عم بيتواصل معي يقول لي طبعا اللعب الرقب تمانية بالمنتخب الجزائري هو كمان عمور عموان هونان المنتخب اللبناني عم بيضرب من جديد عراجي بنقطة العشرين بالجيم دو بوينت لواء العراجي عشرين نقطة فراند حمديني محاولة ترايف الجزائرية رائع المنتخب الجزائري ممتاز هالتمرير الروعة عند تواتي وتواتي بسجل نقطة العاشرة على فكرة تواتي صديق جاي من البنش تمريره حل وكتير بالدرايف لطارق حمداني هناك حمديني وهناك حمداني وهنا نحن بيصل الشيخ راشد بن حمداني الكرة عند علي حيدر علي لاجات خليل علي 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 حيدر علي 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 أربع لقات بنصيده تورنوفر على المنتخب اللبناني لا اللاستاتش على عبدال سلام دقيش حلوين منرحب بكل محبي الباسكتبول عبر دبي الرياضية رح نكون معكم مع كل مبراية البطولة اللبناني والجزائري دائماً الصراع كبير بينهم وعراجي على الأرق 23 نقطة لواء العراجي لعيب يا عفري لعيب يا وائل كينغ يا عراجي بيسجل على الأرق وبيرفع صيده لحدود 23 نقطة كرة محاولة درايف دي عبدالسلام دقيش بيسجل لا بيسجل واو فيها فاولي حكم طبعا شفتوا قدي لعيب هالتهامي خلينا نشاهدها عمل بول فيك حلو تحت أنظار الكود جاد الحاج خلنشوف هذا توهامي غزول على الفري تروز ماجوك بيرتكب خطأه الشخصي تاني عنده سكس بوينت بضيع توهامي غزول مع هذا الضغط الموجود على أرض الملعب توهامي الرميل حر التاني ضغط جماهير كبير على فكرة عام 890 أولت هذا المدرب الجزائري مدرب منتخب الجزائر قابل نادي الحكمة عام 98 ويداد بفريك مع نادي الحكمة نفس المدرب بعد 24 سنة يشوف الجماهير اللبنانية وإما يروح لحباء الجماهير اللبنانية محبي للباسكت بول برينس عن جاد لتورمين 39 محاولات برينس على البيسلين معطوعة جاد علي رح ياخد تاف شات يحاول يتخلص تورنوفر على المنطحب اللبناني درجة عند حمداني حمداني الكرة عند عمور واو لاعيب لكن روح على الباسكت عبد السلام دقيش يورو ستيب لاعيب لاعيب الجزائرين حريفة باسكت جزائرين شوفوا الباسكت شوفوا كيف يلف الكرة لكن تورنوفر على عبد السلام دقيش المنتخب اللبناني على الفري ثروز 10 من 11 9 من 14 بالنسبة للجزائرين اللبنانيين 6 من 14 على 3 بوينت 3 من 13 للجزائرين اللبنانيين 9 من 24 على 2 بوينت 11 من 25 لمنتخب الجزائر تورنوفر لبناني أو تورنوفر جزائري هو 13 8 على منتخب لبنان واللعب رقم 8 جاد خليل على 6 اذكر عند امير لمين هل تمرير امير زكتين تبهياما جوك هذا نجم اللقاء ب23 نقطة صحة ب23 نقطة بيعمل بوش اتير تحت الباسكت لاوين رايح لاوين رايح اوه فيها فاول دقيش مفروضوا على البانش هذا عبد السلام دقيش اول ظهور لالو الجماهير اللبنانية بتعرفه عام 2010 في العاصمة اللبنانية بيروت كان مع منتخب الجزائري وقته وصلوا للفايل مصر ولبنان ومصر ربحت على لبنان في المباراة نهائية كان اللقب اتذكر وقتها اللقب العاشر لمصر وكان لبنان بيحاول يبحث عن لقبه الاول بالمناسبة منتخب لبنان لم يفز بأي لقب عربي لغاية الان الثلاثة فاول على عبد السلام دقيش بروع على البانش منتخب الجزائر حاضرين بكل قوة ولا سعيد جدا اشاهد هذا المستوى الكبير للمنتخب الجزائري واكيد بس تمتع بها المرعب تماما لكن هنا بلوك ولا اروع للمحترف بالدور السعودي تهامي غزدول الروعة تهامي وهنا فرينس الان او ضاعت سراع بينتهي عند اي تي اي تي بياخد الجوب شات وضاعت على اي تي رجع الجزائرية لبنان ناخدين الليد ستة واربعين اربعين اذكر تسعة وثلاثين نقطة سجل المنتخب اللبناني من شوطن اول بمعنى سيفن بوينت سبن كورتر التالت الجزائريين سجلوا لغاية الان التثقات بها الهجمة الكرة دائما عند تهامي ضيع تهامي بنرجع من جديد المباراة اللي بتشهد خضور شيخ عيسى من علي آل ثاني نائب رئيس اللجلة الولمبية البحرينية موجود في المنصة الرئيسية عموما هنا المنتخب اللبناني بتابع وعلي حيدر بسجل 2 points نقطة سبلقي محاول واو طنك حلو كتير طنك حلو كتير تهامي غزول روعة تهامي خمس نقاط لتهامي غزول عشر نقاط بالنسبة لصديق تواتي بمعنى لعبي الارتكاز بالمنتخب الجزائري عاملين 15 points ماذا عن لعبي الارتكاز بالمنتخب اللبناني عاملين 12 6 أتي 80 و6 علي حيدر الكل عند برانس راية 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 80 تحت الباسكت 1 and 1 بحاول باور موف باور موف وراح يكون على الفري ثروز هنا بتوقع لسجل واحد من تنتهي 80 الموجود في الدوري كبار الشخصيات والحضور في المنصة الرئيسية مشاهدينا الكرام شيف عيسى بن علي الثاني نائب رئيس اللجنة أولمبية البحرينية عم بيكون حاضر عموماً 80 يتوقع له يسجل واحدة من تنتين ما بظلم حدا أنا ما بظلم حدا عموماً 80 ضيع الأولى عشر رميات حرة للمنتخب اللبناني لأصلة طماش 80 برصيده 6 points الثاني رح يسجلها للمحترف مع نادي الزهرة في تونس هذا اللعب أكتر من دوري عربي بالمناسبة ولعب بعديد من الندي اللبنانية 49 42 الفارق 7 البيغست ليد للمنتخب الجزائري كان عشر نقاط البيغست ليد للمنتخب اللباني كان خمسة من الشوط الأول لكن حالياً سبعة من الشوط الثاني وتهامي غزول عم بيت حدا 80 عم بيرمح تهامي غزول استراءة مع 80 سبع نقاط لتهامي غزول على فكرة عنده ثلاثة فاول 80 عنده اثنين فاول 80 بحاول يرمح منه الفاول تحت الباسكت والتهامي لازم ينتبه أن يدخل بالفاول عموماً ممكن يبدل مع تواتي بعد قليل والعراج اتأخرنا عليه بالكرة وعراج بحاول لكن تهامي غزول بمونستور بلوك عادل وفي فاول ضد سرجل درويش مطالب للكوتش الجزائري حمد بن جابو بخطأ غير رياضي أنا أعتقد أنه خطأ عادي على سرجل درويش لو خطأ غير رياضي قلنا نشاهد على الإعادة خطأ عادي خطأ عادي كان شاهدت على مباشرة قلتلك خطأ غير رياضي سديني في الباسكتبول عبر دبيا الرياضي تعودنا نعطي كل حدا حقه ياريت ياريت نعدل النتيجة على الشاشة أمامنا النتيجة 49-44 ياريت نعدل نتيجة على الشاشة 49-44 أيضا 49-44 كرة الجزائرية عن طريق طارق حمداني هذا من يلعب لحساب انتحاد البوليدا عند حمديني لعب المانودية حمداني لا عيب يا طارق حمداني المنتخب اللباني بيحاول يرد. كرة عند جاد خليل. على فكرة جاد خليل ممكن يسحب الكوتش بعد اللحظات. جاد لعيب ممتاز. لكن لغاية الان اعتقل برأي شخصية. منتخب لبنان محتاج الى اطعة تانية على ارض الملعب. اطعة تانية غير جاد خليل على ارض الملعب. كرة ضاعت. مع تيرا راوند جمبر. درويش بيؤمنها. جاد اذا سنجل بيبقى. ما سنجل بيروع على البنش. عموما ثري بوينت لسيرجيو درويش. روعة سيرجيو. على فكرة سيرجيو سنجل تنتين ثري بوينت في شوت الأول. وهي الثالث. محاول له بنجاح. تسع نقاط. جاد الحاج. رح يدور على لعب غير جاد خليل على ارض الملعب. مو لانه جاد سيء. لا. لانه بدك لعب ايضا يشارك على مصطوى الأوفنس. تهامي. مع تيرا راوند جمب. واو واو واو. نايس موف. نايس موف. للتاور الجزائري. التاور الجزائري بيسجل نوتوتو التاسعة. عراجي. محاولة درايف. الكرة عن سيرجيو. امام لعبين. اعتقد فري تاف كول. رأيي الشخصي. مش كل مرة بتتصفر هالكرة. مدرب المنتخب اللبناني جاد الحاج. اذا راح يبدل. خلي نشوف راح يمين. اذا يبدو مكان جاد خليل. او لا. مكان علي حيدر. غريب هذا التبديل. غريب هذا التبديل. لا والله مكان اي تي حتى. مكان اي تي. وحالين عم بيلعب بالاسمول. هو الكوش جاد الحاج. يلو خمسين تمانية وارمعين. الكرة لبنانية من تحت الفاسكت. المنتخب الجزائري اربع فاول. اي فاول على الجزائر معناها تو شاتس. وادفانتج للبنانيين. اللبنانيين لوصلوا كأس العالم ثلاث مرات. اول مرة ما ربحوا بأي مباراة بكأس العالم. لكن التانية لا ربحوا. ربحوا على فانزولا وعلى فرنسا. والتالت ربحوا على كندا. بنرجع من جديد. عند مين عند الدرويش. اللبنانيين حابين نروح على اندونيسيا واليابان والفلبين في تجربتهم القادمة في كأس العالم. بلد محبة للباسكت بول. بلد رهيبة. ما زالت. رغم كل شيء. الباسكت بول بلبنان من اهم البلدان. مو بس على قبصة القارة الاستيوية لو الله حتى على المستوى العالمي. بالفلبين باليابان او عفوا بالفلبين باليونان ولبنان. اللعبة الشعبية الاولى هي الباسكت بولي عالي. عالي على ال 3 بوينتز. بحاول الرد المنتخب الجزائري عن طريق كميل. المنتخب الجزائري مطالب بي تايم اوت. هذا رأيي. مطالب مدربو بي تايم اوت. عرأجي. الكرة عند حيدر. اك استطاعتواتي عند حيك. حلو نزل 앞طاعتواتي. حلو ال پاسعي. حلو الطاعت fuiكب المناني. راح. واو واو. واتطعوة أيها بطريقة حلوى. وثريب أزل ساعدة. شو هل آداء وشو هل رعب اللبناني على أرض المنعم. مخرجنا أحمد إمام. لا 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 لا. stock Stealer. أحمد إمام الرهيم. عدنا هاللقطة التي كان فيها خمس كرات وربعات. خمسة إلى ستة وربعات. خمسة إلى ستة مرات وربعات. خمسة إلى ستة مرات وربعات. خمسة إلى ستة م وعلي حيدر بنقطة 12 بالجيل الفاني عشر عامل دقيقة و 47 ثانية على نهاية الكورتر الثالث بول موفمنت بطريقة حلوة الكرة نفت بطريقة مرعبة تعلموا الجزائري اشتركوا في القناة شوفوا هالكورة كيف لفت شكرا شكرا للمفروجزا أحمد إمام شوفوا البول موفمنت من جهة لجهة هايك رحت عند وائل اكسترا باس ثم الأخير عند علي وعلي سويس بسلة المنطقة بالجزائري شو روعة هالكورة هاي بنرجع من جديد اللبناني بيقاتلوا على كل كرة اللبناني عاد بأدمو تانية بالشوت التاني صحهم لأنه الشوت الأول متقدمين 39 37 لكن هذا الماكسيموم ليد وعلى فكرة كل منتخب اتأدم بعشرة الجزائريين اتأدموا 25 15 محليا اللبنانيين بعشرة ممكن 13 لكن جات ضيحة ترجع عند هايك أخذوا الباسكت أكلوا الجو عم بيعملوا شوتايم درويش والله زمان عندك يا سيرجيو بأي لحظة ممكن اتورين من لقطاتك الحلوة جات بيكاندرول هايك ثلاث زايرين روعة اللبنانيين روعة وهنا الاحتكاك أعتقد هذا الفول الرابع على توهامي غزون هذا الرابع وبالتالي مفروض الكوشي غيره تسعة تري بوينس للمنتخب اللبناني هايك أربع نقاط لهايك بها الكرة أربع نقاط لهايك كوكا جيان بها الكرة أفضل لاعب في بطولة الأندل العربية عام 2017 ومن قدد الهومانتل للتتويج من لعب يوم المال الحكمة ومن فاز بالدوري اللبناني مع الكوش جون شعجع العام الواضي واحد من المدربين الممتازين وجلهم تحية هذا اللي قدد الرياضي للتتويج بطولة الدوري وصدارة الدوري هذا الموسر الكرة الجزائرية هذا كمين عمور من لعبين الممتازين جدا صديق قواتي بياخد مكان تهامي اللي عنده أربع فاول الكرة دائما عند كمين عمور لعيب 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 كبير لعيب كبير هالكمين هالعمور لعيب هذا من يلعب في المملكة العربية السعودية مشاهدين الكرة برجع بشكر الكابتن صفيان بولحيا نتواصل معي هالموضوع صفيان بولحيا واحد من الأسماء الكبيرة اللي قدمت هالجزائر هو ورشيد هاروني ونبيل رقاب ويحيا محمد وعماري هالأسماء الكبيرة عموما ضاعت الكرة على الجزائريين دفاع رهيب للمنتخب اللبناني المنتخب اللبناني أنهى الشوط الأول 39-37 بمعنى المنتخب اللبناني لغاية الألم بهالكورتر مسجل 23 نقطة ماذا على المنتخب الجزائري منتخب الجزائري لغاية الأنسجل 11 نقطة 23-11 الرعب اللبناني عم بيكون حاضر الرعب اللبناني حاضر بهالكورتر الثالث أربع فاول على اللاعب رقم أربع بوينتغارد المنتخب الجزائري الاسمه مروان ركايم صار فيه لعبين بالفاول ترابل على المنتخب اللبناني توهمي غزدول بأربع فاول ومروان بوركايم بأربع فاول بده ينتبه مروان والكوتش مفروض يبدله اللاعب رقم أربع برأي لازم يتبدل رغم أنهم تحمس يلعب هذا اي تي بيدخل وعنده خطأين شخصية إذن بيترك أرض الملعب من فاعل مروان بوركايم شوال أداء اللبناني الرهيب على فارق عم من شاهده فارق لأربع تعشر نقطة هذا البيغست ليد للمنتخب اللبناني من المنتخبات المرشحة للفوز للبطولة العربية واللقب الأول لكن هذا الشيء ما بيكتمل إلا مع آخر مباراة هيك تعودنا عبر البطولات العربية على فكرة لبنان عام 2010 لبنان عام 2010 كانت مرشحة للفوز على حيدر ببطولة العرب منتخب بصر بقيارة عمر الجندي والصباغ وقتها وأسماء ادروا يكسبوا على حساب المنتخب اللبنان الكوراويل لبنانية 3-6-40 15 points مارك عشر نقاط لسيرج الدرويش بالجيم 10 points الكورا عند عمور تواتي صديق تواتي مانتو مالديفنس رهيب رهيب الدفاع 3-1 ممكن شو تايم لا ايزي لائب وما سمت قبل سنة وابل سنة نص وابل سنتين قلت هذا أسرع منتخب بتاريخ لبنان شوفوا السرعة ورون السرعة شوفوا الترانزيشن أوفنس روعة اللبنانيين بين الكورتر التالت مغيرين تماما ايزي لائب الحكمة والجميل بسجل والله على أيام الحكمة الحكمة الربح أول بطولة عربية لإلهم عام 98 ومدرب الفريق الجزائري واتها هو الموجود الآن مع منتخب الجزائر 65-48 الفرق 27 نقطة 39 نقطة سجلهم اللبنانية بالربع الأول والتاني منتخب لبنان ضرب بأوة من الكورتر التالت بـ 26 points 26 نقطة وشو؟ الأهم الدفاع بالباسكت بول الجزائريين سجلوا 67 نقطة بالشوط الأول 11 نقطة بس من الكورتر التالت 19 سنوات على نهاية الكورتر التالت الحكمة والجميل علي مزهر على 3 points تلت نقاط بهالهجمة برافو علي معطوعة علي علي منصور ولا علي مزهر ولا علي حيدر أسماء رهيبة تضغط 10 ثواني شو رأيكم رحيلة 69 رحيلة 69 علي منصور هايك نفس المكان يسجل منه المكان يحبه واو 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 حتى الواو أليل يا جماعة سوبر واو يا جماعة سوبر واو يا جماعة اكوورتر ولا بالأحلام اكوورتر ولا بالأحلام 30 نقطة بالتمام والكمال 30 نقطة كل نقطة أحلى من نقطة كل نقطة أروع من نقطة 30 مقابل 11 النتيجة من الكورتر التالت لأنه فيه فن على أرض الملعب فيه باسكت فيه حلة فيه روعة وفيه لفل عالي ربع رابع بعد لحظات المنتخب اللبناني والمنتخب التسائري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حايدر كان عنده اثنين ريماونت المنتخب اللبناني يسجلوا 30 نقطة مشاهدين الكرام او 11 ثلاثة وثلاثين نقطة للمنتخب اللبناني 33 نقطة للمنتخب اللبناني بس على ثري بوينت من أصل 69 هذا الكوت شوفري يسجلوا 30 نقطة مقابل 11 بالكورتر ثالث لصالح المنتخب الجزائري الكورتر الرابع بيبدأ هلشي انتهى يعني الأفضلين للمنتخب اللبناني لكن لازم يلعب لآخر دقائل لأن المنتخب الجزائري ليس عنده شي يخزر رح يقات للآخر هذا حمديني بضيع الكورة عند صديق التواتي بيحاول واحد لواحد أمام 18 رح يحصل على فاول رح يحصل على فاول كورة عند صديق التواتي بيحاول صديق صديق مابيسجل والريباوند سراع بينتهي عند المنتخب الجزائري 18 عم بيكون وحش لك المنتخب الجزائري عم بيكون أروع هذا الكوتش اللي كان معه يوما ما رشيد هاروني كان معه صفيان بولحيا كان معه يحيى محمد نبيل رقاب عماري مش متأكد أن صفيان بولحيا كان معه يحيى محمد وعلي بوعماري نبيل رقاب كانوا وصل لبطولة الأنبي العربي وشاف جمهور مخيف شاف جمهور مخيف شمهور الحكمة وقتها كان مخيف جدا وربح الحكمة هنا الاعتراض الأخير للكوتش على حكم اللقاء بالتالي تكنيك الفاول 70-50 المنتخب اللبناني عم بيعمل ليد حاليا بـ 20 points الكرة عند هايك 80 كرة عند جاد خليل جاد جاد بحولي عمد رايف اللالوية هو شورتايم لبنانية سكاي تايم للمنتخب اللبناني حاليا جاد خليل بيأسس ولا أروع بيبع جاد هيك كرات بيبقى جاد على أرض الملعب بسجل جاد بيبقى بيمرر هيك تمريرات حلوة بيبقى الفاول 22 نقطة حاليا كرة عند عمور محاولات جزائرية مهدي بليل كرة 3 points عن طريق عبدالله حمديني طاعت المنتخب اللبناني عمل الرعب دفاعيا وهجوميا سدوني دفاعيا أهم من هجوميا لما منتخب يسجل 30 مقطة بكورتر ننساها هو صمح فقط للجزائريين 11 مقطة نتذكروا الكرة دائماً عن جاد الكرة مش مسافته لكن بيأخذ الجوم شاد الليلة ما هو البوينت في فرق والسكور بيسمح نرجع عندك مروان بوركاي إذا كنت تقهي مروان عندك 4 فاون وإن كان ما ضل في شيء انتباه لأن فريق متأخر بنتيجة كبيرة الكرة الجزائرية الكرة عند المنتخب الجزائري لأولد واحد منتخبات اللي وصلت في كأس العالم ومنتخب الجزائري وصل لنهائي القارة الإفريقية عام 2001 بنفس العام منتخب لبنان وصل لنهائي آسيا التنين خسروا لبنان خسرت من الصين بطبيعة الحال بالفاينال جيم في تاينا وهايك إضافة مش معقولة للمنتخب اللبناني تن بوينت لهايك وكارجيان 74-50 بعد دقيقتين من الآن رح يأتي يوسف خياط وبعد دقيقتين من الآن رح أذكركم بهالمباراة يوسف خياط رح يعمل الدنك بهالمباراة يوسف خياط رح يعمل الدنك رح يجي وياخد وقته بالجيم ثلاثية جزائرية ضعت الريبونت عند علي مزهر بالمناسبة علي مزهر عم بيلعب أحلى موسم لأله عامل شغل ولا أروع مع نادي الحكمة علي استحق بأرقامه في الدوري أن يكون بتشكلة المنتخب اللبناني كاوينغارد حائل جاد أيضا مع نادي دينا وعمل شغل ممتاز لكن بيبقى العرائجي هو الأساس بهالمركز وما بيمنع عنه علي منصور عامل أيضا أداء حائل مع النادي الرياضي بيروت ضعت هايك على الريبونت هايك بيسجل ما بيسجل فيها فاول على ماجوك من حسب عم بيضرب ماجوك أخذ لعب بإيده الحكم ما شافه وفروض المدرب بيهدينا ماجوك كرة ضائعة تصل عند هايك أي تي مفروض يهدى ما يفقد توازنه لأنه أنت مفروض تكون زكي لتنهي المباراة ونت متقدم بأر وعشرين نقطة ما بدك أي ثلاش ما بدك أي احتكاك نلعب على الهدف يوسف خيات ممكن يأتي بعد دقيقة ودقيتي من الآن أحسازي رح يشوقوا بإسلام ضنك بهالجيم كرة ضائعة ترجع ساكند شانس عند هايك ممكن بفورتين ساكنس من جديد كرة لمست الرم وبالتالي الساعب تتجدد أو الشوت كلاك لفورتين ساكنس واو نايس مول فيك لجات خليل طعا اي تي فيها فول عليك باسكت وفول لأيلو وفي البداية لمس صديقة واتي لكن بعد ذلك في فول لما صلحته جيد جوب لأي تي 11 نقطة لأي تي أمامنا عنده رمية حرة إضافية أتير مجوك مجوك عمل دبل دبل بهالجيم 11 نقطة مع 10 ريباوند هاي كوكا جيان 10 نقاط مع 7 ريباوند برجع بذكر أبرز سكورر وائل عمانجي 23 نقطة علي حيدر 12 نقطة مجوك 11 نقطة مع 10 ريباوند دبل دبل عمور بالمتخب الجزائري عمل 10 بوينت 20 نقاط جاد خليل أربع تمريرات حاسمة بالجيم أهم لاعب على مستوى التمريرات الحاسمة جاد خليل أحلى وحدة فيهم اللي رفحها وعلاها لما جوك الروع جاد خليل سلامات لولدك توني خليل واحد من الأسماء اللي أدمت كثيرا للأنزية وكرة السلة في لبنان عمما هذا علي حيدر راح عند الكينغ عرائجي عرائجي فارق 26 نقطة خمزة وخمسين ثاني نزال المنتخب الجزائري عم بيقاتل 26 نقطة فارق على فكرة لما توصل نتيجة لفرق 30 زكروني لما توصل لنتيجة لفرق 30 زكروني ليه؟ لأنه في الـ 2002 بكأس العالم منتخب الجزائري ربح على المنتخب اللبناني فرق 30 نقطة 170 إذا وصلنا لفرق 30 أكيد رح تفرق ورح نرجع الزمن بعد 22 سنة بعد 22 سنة لا بعد 20 سنة المنتخب اللبناني بتقدم على الجزائري بـ 30 نقطة وما حدا أحسن من حدا 170 بكأس العالم في المرايطة الترتيبية من المركز 13-16 170 انتهت المباراة وكان أول فوز جزائري وقتها المنتخب اللبناني ما حقق أيا فوز قولت بعد دقيقتين رح يدخل يوسف الخياط على أرض الملعب يوسف الخياط بالفعل بيدخل ومستني منه الإسلام دونك لأنه حاسس رح يعمل شو تايم في مباراة كبيرة أمامها الجمهور الكبير لأنه لاعب كبير علي حايدر بسجل الأولى واو والنهاني غزلون بسجل الثاني صار الفارق 30 صار الفارق 30 لا ما زال عن 28 نقطة 14 نقطة علي حايدر خمس دقائق ونص محاولة الدرايف على الباسكت ماجوك بضبل دبل تو بوينت جزائرية ممتاز المنتخب الجزائري عن طريق هشام لعب وشوت أول رائع جزائرين على فكرة الربع الثالث كان حاسم بالمباراة 30-11 فرق كتير الربع الثالث عراج اي تي على السكرين يوسف خياط ممكن روح على البيس لاين بيفضل على الكورنر ياخد بلش النجم الشاب صاحبت 18 سنة اللي بيلعب مع نادي ليمونج بفرنسا بلش على الفري بوينت الحكم احتسبها 2 بوينت حاليا الفرق 28 أنا أبحث عن فرق 30 عشان أحط للتاريخ أنه لبنان بعد 20 سنة قدر يتقدم على المنتخب اللبناني ب30 نقطة ولد اعتباره خسارة قاسي 170 ذلك الوقت الفرق 29 نقطة حاليا 4 دقائق وخمسين ثانية لكن ما بيننا عند منتخب الجزائري عطفا على الشوت الأول اللي قدمه منتخب ممكن تشوفه بالفاينل مين بيعرف ممكن تشوفه بالفاينل هذا المنتخب الجزائري عنده قدرات عنده إمكانيات حتى لو تعرض للخسارة بهال الفارع الكبير لغاية الآن ربع كالتنا الزكرة دفاعيا هجوميا 32 نقطة من المنان مقابل 11 جزائري يعني منتخب المنان قدم كل شيء بالباسكتبول دفاعيا وهجوميا عمل كل شيء بهالربع الثالث مخيف مخيف عموما الكرة دائما عند عمور بالإنسايد محاولة جزائرية أهم المنتخبات العربية الجزائر بطبيعة الحال زيها زي تونس زيها زي لبنان زي الأردن زي سوريا زي العراق تاريخيا في الباسكتبول وعراجي ما حدا مثله ما حدا مثله راح راح واو واو قال له تفضل اطلاع العالي لكن ضيحها سرجحها ثمان ثواني الزينون المستقار على ثري بوينت ساكل ضع ترجع عند عمور فيها فول علي يصف خياط للمناسبة نحتى سبع حكم اللقاء نرجع لجليد الجزائرية هشام ثري بوينت كاريم العالي شو هاللقطة يا كاريم لقطة تلفزيونية بحقه حقيقة يا زينون المستقار على الريباونت كاريم زينون ما سجل أي مقطة لكن ممكن الآن يشتح تنسيل فرعند على أجي حايدر إكسترا فاس لا بفضل الشوت بيدخل أيضا كريستوف خليل الحكمة والجميل على أرض ملعب اللي عم بيعمل جيم أو سيزن ممتاز مع ندي الحكمة كريستوف خليل من اكتشافات هذا الموصل الدوري بدون أجانب وهو قبل ذلك موجود لك لهذا الموصل ظهر لأنه بدون أجانب بطاعة الحال الكرة عند عمور عثلة نقاط ضاعة الريباونت نبين لعالي حايدر لاستاتش على المنتقب الجزائر إذاً تايموت حالين عم بين طلب وشاهدين الكيران تايموت المنتقب الجزائر لاسترعب هذا الكوتش اللي احرز البطول اللي كان موجود البطول العربية على فكرة لأندي عام 2016 مع فريق مجمع البتروني جزائري وقت المجمع البتروني قام النجم الزاحلية دونسي في الفاينال جين على فكرة الكوتش رهيب الكوتش حمد أو أحمد بن جابو أو أحمد بن جابو كوتش عنده خبرات كبيرة بالمناسبة حاليا هو يدرب نادي اتحاد البوليدة في الجزائر مساعده رضا هاشمي يدرب نادي ناصر حسين داي هذا الكوتش جاد الحاج المدرب الحالي لنادي دينامو في بيروت رد دايو تلت تلت تاني ليبيا قدمت باسكتفور كتير حلو اليوم وربحة على الأردن لبنان قدمت باسكت تحديدا بالربعة الثالثة الرهيبة 30-11 بعدما كان المنتخب اللباني تقدم 39-37 في شوط الأول وبعدما كان منتخب الجزائر وصل لفارق 10-25-15 الفارق 29 نقطة الكرة عند علي منصور علي علي منصور علي بيحوره على الباسكت علي كروس أوفر حلو من علي عشر ثواني على هات الهجمة ضغط دفاعي يبدو علي رح يشوت علي ثري بوينت حيدر بقرر يختلف حيدر على الباسكت بلوك من ثهمي غزون قريت نشاهدها مخرجنا أحمد إمام هل لمست البورد؟ إذا لمست البورد معنا هاتو بوينت لبنانية الكرة على الباسكت هاد الكل جاد الحاج خلنشاهده على الإعادة يبدو لمست البورد عشان هيك الكويتش غاضب الكويتش جاد الحاج خلنشوف علي حيدر أعتقد لمست البورد بري طاف كول صراحة بري طاف كول صعب كتير نحدد هل لمست البورد قبل أو بروك قبل صعب كتير لنشاهدها بالفريم لتوقف لنشاهدها اللقطة من جديد عموما 82-52 في فاول عم بيتصفر حاليا على علي منصور أعتقد تكنيكا الفاول على علي منصور بين حسب بالفعل علي منصور تكنيكا الفاول على علي منصور هذا الجماهير اللبناني الحلو كتير إذن تكنيكا الفاول رمي وحياز الأصل بالحياز عند المنتخب الجزائري الرمي بتنفذ 53-81 يبدو رايح على 30 نقطة الفارق حاليا بعدها اللقطة خلينا نشوف اللقطة اللي هو الجملة المنتخب الجزائري تهوني غزول نعطي المنتخب المتفوق حقه تماما ومش بس متفوق عم بيعمل مباراة ولا أروع كريم زينون بيعمل أطعها الكرة كريم أي مدرب بيتمنى اللعيب اللي عنده منتخب اللبناني أي مدرب ما بيمنع الملعبين الجزائريين أيضا ممتازين على مستوى الأجسام الخبرات بري طف اللعبين منتخب الجزائر وعندهم قدرات بدنية كبيرة كرة عن تهامي غزول تهامي هايك عم بدافع على لعب طوله من 3.14 هايك عم بدافع على لعب طوله من 3.14 تحت الباسكت هايك مبين عصفور أمام تهامي غزول العصفور هايك عم بدافع به الوقت ما بهمنا العصفور هايك سجل 10 points منهم تنتين من المسافة اللي بيحبها على الأر الكرة الجزائرية عند عمور بيخترق على الباسكت حلو منك يا عمور بالفري تروز أو بالريفرس لأب عفوا بيسجل نقطة 12 بالجيم 81-55 الكرة عند يوسف خياط يوسف لهايك علي منصور بيتروا للكرة هندوف ليوسف خياط على الأر كاتش ان شوت ضعت ريباون جزائري المنتخب اللبناني وقف عنده نقطة 81 على ثكرة توصل عند عمور جيد فاس من عمور و جيد ديفنس لهايك والحكم احتسب رميتين على ثكرة مش كل مرة بتلحس بفاول وعمس أوليك حكم تاني ممكن مشيها ما بيمنع أنه عبدالله أدماوي حكم دولي سعودي عنده خبرات كبيرة وصافرته ثابت تماما هنا ممكن حكم تاني محسفها لكن برضو هو موجود وصافرته رائع جدا عبدالله أدماوي من ملكة عربية السعودية الرميل الحر الأولى بيستجلها إذن هشام بن عياد الشريف هذا المحترف في المملكة العربية السعودية أيضا تنتين من تنتين برافو هشام برافو هشام نون تفاكل 11 هشام علي منصور كريستوف خليل هل رح يسجل بالجيم خلنا شوف كريستوف كريستوف من اللعبين بدر شوته من بعيد على فكرة هذا ينصد خيات دائما عند كريم زينون كريم منتو من ديفلس للمتخب الجزائري كاتشان شوت أوف تبع بال بالنسبة لكريم ضاعت الريباوند عم بيقاتل علي منصور بيأمن سكان شأنس لليبنانين اللي عم بيقاتلوا لكن عمور واحد من اللعبين عجبيني تماما بهذه البطولة بيطير بيطير العمور العمور بيطير وبيسجل تهاني لسلام دانك ونقطة الـ 14 في الجيم والله في اللعبين في هذه البطولة على مستوى عالي بوسكية الليبي بشير السادي الليبي غيف المغربي في اللبنانيين حدث ولا حرج كلهم مجوم الجزائريين بيظهر عمور عندهم تهامي ما بيمنع أنه الدقيش رهيب وحمديني أروع الأردنين مقدموا الأداء العالي لألهم وخسروا ثلاث مبارياتهم التوانسة عندهم النجومهم مراد المبروك وعندهم غيازة ما بيمنع عندهم صانع الألعاب البوينجارد الرهيب عمر عبادة الحوار الجزائري اللبناني قارب على الانتهاء الجزائر في صدارة مجموعتها بطبيعة الحال الكورنوين جزائري وتو بوينج لتوهامي غزول توهامي بالنقطة 11 بالجيم إذا أرجع أذكر أتير مانجوك كان عمل دبل دبل بهالجيم الكورنة عالي منصون هايك سجل 10 بوينج والرهيب وعلى على الجي ب23 بوينج برهيب وعلى على الجي بوينج برهيب وعلى على الجي بوينج زينون المستقار الآن بيسجل للمنتخب اللباني أول باسكت تعلق بالجيم 83 و 61 عراجي 23 نقطة عمور بالنسبة للمنتخب الجزائري 14 أتير ماجوك عمل 10 نقاط أو عفوا أتير ماجوك عمل 11 نقطة مع تين ريباونج تهمي غزول عمل 13 نقطة دبل دبل مع 11 نقطة جاد خليل أبرز ممرر بالنكولات بهالجيم بأربعة تمريرات حاسمة بور كايف الجزائري أيضا أربعة تمريرات حاسمة ما بيمنع أن تهمي غزول هنا لعب الجزائري بضيف النقطة طيل للتمرير 64 للتمرير 64 ما زلنا عن 29 نقطة فارق 29 نقطة فارق علي منصور علي لمين مقطوعة جزائرية هذا ريان حمدي بدخل على أرض الملعب مقطوعة كريم كريم زينون 30 ثاني أخيرة علي كريستوف خليل بيطو بالكرة علي منصور حالها الحوار اللبناني الجزائري اللبنانيين أدى مباسكة كون رهيبة رهيبين خاصة بالشوط الثاني وتحديدا بالربع الثالث ليه لأنهم 36 نقطة مقابل 11 هذا ربع كلت ذكرى للمنتخب اللبناني دفاعيا وهجوميا جاد الحاج أقول لك برافو اللبنان أقول لهم مبرو المنتخب اللبناني وجونا هنا في كل مكان بتبارك لهم هذا الفوز بنقول حض أخر للمنتخب الجزائري 83-64 حاليا الفارق 19 ليش بمتع 19 موطة فير بلي رح تلعب بيروح رياضي الفارق نزل لـ 19 مع الدقائق الأخيرة 83-64 لحظات الأخيرة نزل للفارق لكن أيضا سلات المتتالية وهنا أيضا سل المتتالية برافو لعمور 38-66 برافو للمنتخب الجزائري عمور بـ 16 points حلو الروحة الرياضية فاتمنى السلام لللاعبين على أرض المنعف بعد مباراة كبيرة بين اللبنانيين والجزائريين الفبروك للمنتخب اللبناني ومنقول حض أوفر للمنتخب الجزائري فاتمنى تكونوا استمتعتم على هذا اللقاء الرائع جدا بين منتخب للمنان ومنتخب